تين والزيتون شوفوا السورة هذه وطور سينين السلام عليكم ورحمة الله التين والزيتون يعني كما كتشوفوا معايا الصور اليوم بغيت نهضر لكم على الزيتون وكما هو معروف احنا مقبلين على الموسم ديال جني الزيتون وهذا الصور ولي كما كتشوفوا خيارات مولانا تبارك الله كنقلها لكم من المناطق الشرقية ديال المملكة لهذا الزيتون وتناقشنا مع مجموعة ديال الفلاحة اللي كيف يفلحوا الزيتون كيقول لك بأن المنتوج هاد العام ناقص ناقص في مجموعة المناطق المغربية اللي كتنتج الزيتون سوناهم على التامان نقول لك بأن جاو البيع عشر راية والجمالة كيشريو بثلتمائة دريال اللي كيلو خمستاشر درهم اللي كيلو يعني مهما كيشريو بهذا التامان يعني الفرضية ديال قلة المنتوج كتتأكد بالتامان والمشكلة إلا كان هاد التامان صحاح وهو اللي غادي يكون في السوق يعني زيت الزيتون ولا لتر الواحد ديال زيت الزيتون غادي يكون غالي كما كنعرفو هذا العام داب 80 درهم 90 درهم 100 درهم في بعض المناطق وإلا كان هاد التامان ديال 15 درهم في هذا الموسم ديال هذا العام يعني غادي يبقى 100 150 حتى 110 درهم يعني المنتوج قليل والمحتكرين غادي بدوا يحتكروا السوق وغادي زيتوا أكيد في التامان سونا المناطق ديال الشمال ديال التعونات والزان اللي تهي معروفة بإنتاج زيت الزيتون حتى وما كيقولوا بأن الزيتون الحساب المناطق كالبلاصة اللي فيها الزيتون وكالبلاصة اللي ما فيها الزيتون هذا من جاء وكيقولوا بأن الشتاء اللي ما طاحت ولا تأخرط يعني الزيتون محتاج الشتاء باش يعمر ويدير الزيت يعني إلا بقات الحرارة مرتفعة بحال هكا يعني الزيتون سيبقى القيق وما غاديش يكون فيه الزيت يعني ما غاديش يعطي الزيت مزيان هذا الشيء اللي توصلنا به من بعض الفلاحة ديال المناطق ديال الشمال ديال التاونات ووزان وتازا وسيدي قاسم اللي هي كتنتج هاد زيت الزيتون كما كانتمنعوا هاد الأخبار اللي كاتروج تكون مغلوطة وبأن غير المحتكرين اللي كينقولوا هاد الهدرا وغادي يكون الخير موجود وغادي تكون الزيت موجودة وبالتالي غادي يكون التامان مناسب